في مثل هذا اليوم الرابع عشر من فبراير كان يجتمع الرومان لتقديم القرابين إلى آلهتهم المزعومة فهو يوم عيدهم الوثني ثم صاروا يحتفلون فيه بذكر القس فالنتاين الذي قتله قائد الرومان لمخالفته الأوامر فاتخذوا هذا اليوم عيدا تخليدا لذكره فأخذه عنهم النصارى وأصبح هذا اليوم عيد الحب عندهم وإن تعجب فعجب أمر بعض المسلمين الذين يتشبهون بهم ويشاركونهم في هذا الاحتفال متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الاحتفال بيومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية قائلا لهم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر فليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر وعليه فلا يجوز للمسلم الاحتفال بهذا اليوم الوثني وإظهار البهجة فيه مشاركة المحتفلين به بيع الهدايا المخصصة لعيد الحب أو شراؤها أو قبولها هدية ولنتذكر دوما أن الإسلام أعلى من شأن الحب الحلال فقد أفصح نبينا صلى الله عليه وسلم عن حبه لزوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبر أنه رزق حب زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فلا حرج في الحب المباح الجميل ولا سعادة إلا في اتباع نهج الإسلام فيه اشتركوا في القناة